يا سيد بس نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق منطقي ولا مش منطقي كلام عين العقل حيثك بتقول تعلمونا حيث أنا أذهب وتعلمونا الطريق ثم بيقولوا إحنا مش عارفين أصلاً طريح فين فإزاي نعرف الطريق ثم يريد أن يسحب المسيح إلى غاية مادية وطريق مادي لأنه كل مخه كيهودي أن الغاية النهائية التي سيذهب إليها المسيح هي مكان مادي يعني أفهم كده زي ما طلعنا مع موسى من أرض مصر رايحين مكان محدد هو أرض كنعان والطريق هو ممكن نختلف عليه لكن فيه طريق نمشي فيه رب يسوع ياخد بعيد خالص عن أن تكون الغاية النهائية هي مكان وأن يكون الطريق هو مكان طلعت الغاية النهائية هي الآب وطلعت طريق هو الإبن يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق قال له يسوع أنا هو الطريق مش أنا لهغدك ومشيك في الطريق للآب لا حيناً بنفهم أنا هو الطريق يعني يسوع يعمل إيه هو فيه طريقة بس يسوع ياخدني من إيدي ويوصلني لا يسوع بيقول أنا هو الطريق أنا مش فهم يعني أنت الطريق يعني أمشي عليك أنا أعرف الطريق يمشي عليه يمشي فيه لا حبيبي في العالم الروحي ما ينفعش الكلام ده لكن أنا هو الطريق إذا دخلت فيي وأنا فيك فقد ذهبت إلى الآب عندما أدعوك إلى الحياة الإلهية وتقبل تدخل فيي تصبح فيي وأنا ساعتها هدخل فيك فتبقى أنتم فيي وأنا فيكم هتلاقي روحك وصلت المين للآب لأنه الآب فيي وأنا في الآب صعب علي الكلام ده لا هو مش مستحيل هو صعب بس مش مستحيل هو صعب لأن المخ بتاعك تبرمج على ما هو مادي لكن ينبغي أن تفهم أنه العالم ليس فقط ما هو مادي قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة لماذا هو الطريق زي ما شرحته بالطريقة اللي قلتها بالضبط لأنه هو الحق الذي كشف لنا الله وهو نبعي الحياة الذي يعطينا الحياة التي نقدر بها أن نكون فالله فهو الحق لي لكي يأتي بالله إلي والحياة التي يعطينا إياها فيذهب بي إلى الله ولهذا هو الطريق عندما كشف من هو الله بالنسبة لنا كان هو الحق وعندما وهبنا الحياة وقال إني أنا حي فأنتم ستحيون يعطينا نوع الحياة التي نقدر بها أن نساكن الله فيسوع هو الحق ليعرفنا من هو الله ويسوع هو الحياة اللي تعيشنا مع الله ولذلك هو الطريق بيننا وبينه الله أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي خلاص وضحت هنا بقى أنه تعلمون إلى حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق تعلمون إلى حيث أنا أذهب ليس أحد يأتي إلى الآب فالغاية النهائية ليست السماء الغاية النهائية ليست مكان جميل الغاية النهائية هي الآب والطريق هو يسوع